أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وانكر في الكتاب مريم إذ انتوذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخلت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا وسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت إنما يكون لي غلاماً ولم يمسسني بشر ولم أكو بغياً قال كذلك وعلى ربك هو علي هينو ولي نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبرت به مكاناً قصيراً فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أغتارون ما كان أبوك رأسه إن وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إنني عبد الله أعطاني الكتاب واجعلني نبيا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني دبارا شقيا والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أماث حي ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق قل الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاق الله العظيم